السلام عليكم دواء ميكو ديرم هو واحد الدواء خاص بالفطريات يعني هذا من نوع مضاد للفطريات المادة دياله هي نيترات ديكونازول طبعا الفطريات كما كتعرفوا أنواعه أشهر نوعهما الكونديدا فطريات الكونديدا إذن الدواء الاستخدام دياله كما شفنا من الاسم دياله هو جميع الإصابات الفطرية بحل مثلا الكونديدا ديال التنيات يعني أي حاجة كتكون بحل كامتنية في الجسم ديالنا مثلا في المنطقة الجنسية مثلا تحت التذيين عند النساء أو لا بين الأصابع يعني عند جميع الناس فمليك تكون دوك الكونديدا ديالها التنيات هادو ممكن تستخدم لهم بعض مضادات الفطريات بحل مادة نيترات ديكونازول إذن عموما هذا خاص بالكونديدا أو لا بالفطريات اللي كتكون في بعض المناطق من جسم الإنسان بالنسبة للجرعة هذه عبارة عن واحد القنينة ديال البودرة يعني بودرة ديال ميكو ديرم يتم تطبيقها موضعيا يعني ديك البلاصة اللي فيها الفطريات كتدير هاد الغبرة على ديك المنطقة المصابة طبعا من بعد تنظيف الجلد وتنشفه باش ميبقاش في الماء فكتدير هاد البودرة هادي على ديك المنطقة وكتخليها يعني حتى تنشف فيتم تطبيقها تقريبا مرتين يوميا يعني في الصباح وفي الليل وغالبا لمدة أسبوعين يعني 14 يوم مدة العلاج إلا إلعطاك الطبيب شي جرعة أو إلا شي مدة استعمال مختلفة يعني كل واحد الحالة دياله وإصابات الجلدية دياله أما بنسبة الموانع فما كتصلحش الدراري اللي قل من 3 سنين حيث فيها واحد المادة اسمتها حمض البوريك ما شي اليوريك حمض البوريك أو الليلة كانت عندك حساسية حتى هي من موانع الاستخدام يعني فيتش مرة استعملتي ميكو دير مدالك حساسية فكينين أنواع أخرى من مضادات الفطريات في السوق من غير ميكو دير بنسبة الآطار الجانبية دياله ممكن يسبب حكا كما قلنا جميع الأدوية الكيميائية وحتى المكملة الغذائية أحياناً كتدير بعض الآطار الجانبية عند بعض الناس وأغلبها كيكون مثلاً بحل حساسية ولا شي مشكل في الجهاز الهضمي إلا كانت دوكي تشرب أما بنسبة الأدوية اللي كتتطبق على الجلد فغالباً كيكون الآطار الجانبية في الجلد حصرياً مثلاً بحل شي حكا يعني الجسم ديالك ما قبلش هاد المادة هادي أو لشي حريق كتتحس بأن بحلك يوزوز ولا كي يدرك ممكن يوقع الشي انتفاخ يعني في ذلك المنطقة أو لبحل ذلك الإصابة ديال الأشارة أو لأيرتيكاريا فارط الحساسي يعني تقدر تتحسس منها بزاف تولي كتحك بزاف وينتشر ذك شي يعني في الجسم يقدر مثلاً الجهة اللوجه أو الحنجرة كتنفخ كتتورم يعني وكيكون واحد بحل شي بلاسة مزيرة عندك في ذلك المنطقة ويقدر يدير فقاعات جلدية يعني كيكون شي مرة بحليلة منبل يعني كيخرج واحد الفقاعات أو لكي تقشر الجلد في بعض الأحيان طبعاً هذه من الآطار الجانبية النادرة جداً ما كتوقعش عن جميع الناس طبعاً ممكن أنه يتستعمل من طرف المرأة الحاملة ولا اللي كتردع ولكن بشرط عدم تطبيقها على التديين يعني المرأة اللي كتردع ما تديروش على التديين ديالها وهي كتردع لولد ديالها حيث يقدر يعني يكون واحد الامتصاص ولا واحد الاحتكاك مع الراضيع ديالها وهذا يعني غير مسموح به في هذا العلاج أما بنسبة لنصائح الإضافية اللي ممكن نضيفها للمتابعين الكرام هو أنه مخصيكش تستعمل شي صابون اللي كيكون ملونه فيها الريحة وشري صابون يعني طبيعي أولا شي صابون من الصيدلية كيكون خاص بهذه المشاكل الفطريات وكيكون صالح تلج جلد أنه يتطبق عليه بدون ما يضره حسن من دك الصابونات الأخرين اللي كيكونوا يعني ورخاصين ولكن عند رخصوه تخلين السوق وغادي تضر أراسك المهم هدو كانوا معلومات مختصرة على دواء ميكو ديرم أو لمادة نيترات ديكونازول يعني ما كيش غير هدو السمية دي الميكو ديرم هذا فقط يعني عينة من دوك العينات كثيرة اللي كينا في الأسواق عبارة عن مادة نيترات ديكونازول وطبعا كينا بعض الأشكال الأخرى دياله بحل البويضات يعني عن طريق المهبل بالنسبة للنساء يعني كما قلنا على حساب دك المشاكل ديال الحكاة في المنطقة الجنسية اللي كتكون غالبا بسبب هاد الفطريات ديال كونديدا وهاد البويضات ديال ميكو ديرم كما قلنا كتصلاح الفطريات المهبل بالنسبة للجرعة ديالها كتستعمل بويضة واحدة في اليوم لمدة ثلاث أيام فقط يعني أصلا العلبة كتكون فيها ثلاث بويضات فقط ويعني كتكون واحد نتيجة فعالة طبعا كيتم استعمالها قبل النوم باش يعني ما تفقدهاش المرأة وهي كتتحرك أثناء النهار فقبل النوم يعني كتمشيت ناس فما كيكونش واحد الخوف من فقدان الفعالية ديال هاد البويضات وخاص المتابعة ديال العلاج وما تقطعوش يعني رغم التحسن مثلا في النهار اللول تقدر تدير البويضات تحس بي أنكين واحد فعالية وتحسن يعني ما كينش الحكا ما بقاتش وتهمل يعني دوك البويضات الباقيين يعني دوك الشجر اللي باقيين لا ما خاصش تدير بحلقا يعني خصت تبع ثلث أيام وخيكون نتيجة في النهار اللول خصت تكمل قاعد دوك ثلاثة ديال البويضات في دوك ثلث أيام كاملين أما في حالة ما إلا استمرت مع هادوك المشاكل ديال الحكاة والفطريات ديال المهبل فممكن أن الطبيب يعني يعود لها الدواء يعني ما تكمل يعني بتتابع تزيد عاوثيني واحد العلبة أخرى باش تكمل في اليوم الرابع والخامس والسادس وهكذا أو لا غادي تحبس واحد مدة ديال عشرية وتزيد عاوثيني تعاود تاخد نفس العلبة ديال ثلاثة ديال البويضات طبعا على حسب التعليمات ديال الطبيب ديالها وشي مرات كيعطيوا العلاج حتى للزوج حيث مثلا في العلاقة الجنسية ممكن أن السبب ديال دوك الفطريات أو ديال 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 الحكالي كيوقع لها في المنطقة الجنسية ديالها ممكن يجيها من عن طريق الزوج وخي يكون هو ما كيش كيش يعني بشي علامات فممكن أن الطبيب يستنتج بأنك كين يعني شي سبب آخر كيخلي أن دوك الفطريات يرجعوا وهكذا يقدر يعطي واحد العلاج مرافق للزوج ديالك باش ما يبقاش هذه المشكلة يرجع إن شاء الله وآخر نصيحة هو أن الملابس الداخلية سواء الناس لمراد ولا الناس لم يمرادش يعني هذه نصيحة عامة لجميع المشاهدين الملابس الداخلية من الأفضل تكون من القطن حيث هذه الفطريات كتعجبهم الحاجة اللي كتكون آنيغوبية يعني ما فيهاش الهواء بززاف فكل ما لبستي شي حاجة فيها القطن والقطن كان عارفوا بأن ما كيخليش يعني البلسام زموتة ومغموقة يعني كيكون الهواء وكتكون المنطقة يعني الجلد ديالك كامل يعني كيشبع من من الأكسجين فالفطريات ما كيبغيوش هاد الملابس هادو لذلك خصوصا نقاو نلبسوا ملابس قطنية خصوصا ملابس الداخلية والصابون كما قلنا ما يكونش يعني حمضي خصو يكون على الأقل محايد أو لا قاعدي طبعا هذه غدي تلقاوها عند الصيدليات كيكونوا يعني الصوابين ديال الجلد ويعني مصرح ومرخص لها يعني طبيا أنها تستعمل عند الناس وما كدل لهمش هاد المشاكل لالفطريات نتمنى إن شاء الله تكونوا استفتوا من هذا المعلومات وإلى فيديو آخر إن شاء الله منا ألف سلام شكرا شكرا